السلام عليكم ازايكم عاملين ايه واجت لكم بفيديو جديد الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم على موضوع مهم جدا وهو تربية السلاح فعال بلاط هنتكلم فيه بكل استفادة هنتكلم على الفوائد بتاعته وكمان الاضرار بتاعته بس قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا عايزين نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم وكمان نذكر الله ألا بذكر الله تطمئلنا القلوب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زي ما حضراتكم شايفين كده أنا خدت السلاحة في الفأس بتاعتي الجميلة بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وطلعنا فوق السطوح كان الجو جميل جدا ومشمس زي ما حضراتكم شايفين بس الشمس يعني لطيفة مش حمية أو تمام وقلت باعملكوا الفيديو عملي عشان أقول لكم الأضرار بتاعة تربيت السلاحة في البلاط طبعا بيجيلي كتير ويقولولي إحنا الوقت مش لقين تربة زراعية ولا لقين بيتموس ولا لقين رام طيب الحل إيه ينفع إن إحنا نربي السلاحة في دعيتنا على البلاط فطبعا الموضوع ده يعني لو أنا عايز أجيب سلحفها وأربيها وأضمن صحة كويسة ليها ما ينفعش خالص إن إحنا نربي السلاحة على البلاط أما لو أنا جايب سلحفة زي مثلا معظم التجار ما بيعملوا بيجيبوا السلاحة مش بيبقوا مخصصين مكان ليهم بيجيبوهم في قوضة يرموهم فوق بعض أو في قفاص يحطوهم فوق بعض كوضع مؤكد وبعد كده بيبعوهم طبعا وممكن بقى اللي بيشتري السلحفة بيلاقيها مريضة لأن طبعا حطت السلاحف فوق بعض بتنقل أمراض لبعض وبيعملوا مثلا الحمام فوق بعض فبيتعدوا ديدان بارد الحاجات دي فمش بيخصصوا مكان معين للسلحفة أما أنا كمربي أنا الوقت عايز أشتري سلحفة وأربيها فأول حاجة أفكر فيها أن يكون بيدخل عندي شمس وكمان أخصص جزء للسلاحف سواء بقى هعمل لهم بيدخشب سواء أخصص لهم جزء فوق سطح مثلا ولازم يكون في مغبأ سواء أخصص لهم جزء في البلكونة زي ما أنا عاملة لازم أدام نويت إن أنا أشتري سلحفة لازم أخصص لها بيد طيب هنيجي نقول ليه ما ينفعش إن إحنا نربي السلاحف على البلاط فكروا كده معي شوية وتخيلوا أنا الوقت سايبة السلاحف تعطي على البلاط تمام؟ البلاط نضيفه كل حاجة مش هقول مثلا لا مش نضيفه كده هنفطرد إن البلاط نضيف بس الوقت الشمس طلعت والشمس حمية جدا هتلاقي لو حطيتي إيدك على البلاط هتلاقي البلاط سخن جدا لأنه بيمتص حرارة الشمس هتلاقيه سخن جدا السلحفة نفسها مش هتقدر تمشي عليه إحنا نفسنا كبشر لو مشينا عليه برجلنا من غير أي مثلا حاجة لابسينها في رجلنا مش هنقدر نستحمل المشي على البلاط من شدة إشاعة الشمس طب هنقول لأ طب إحنا هنربيهم في الشتاء عشان الشمس مش تبقى حمية قوي طيب ماشي إحنا برضو في الشتاء لو حطيناهم بيبقى الجو برد جدا لو حطينا قدينا على البلاط أو سوري رجلنا هنلاقيه فعلا البلاط سائع جدا إحنا نفسنا برضو مش هنستحمل سواء درجة الحرارة أو درجة البرودة تمام؟ يبقى إذن البلاط ما ينفعش خالص بيمتص درجة الحرارة والبرودة فما ينفعش إن إحنا كبشر مش حيوانات وبس إن إحنا نمشي عليه كده من غير أي عازل أوكي؟ دي أول حاجة طيب لو الحطة مضطرت هل البلاط ده هيمتص المطرق؟ لا طبعا البلاط المطرق أو الميا هتفضل وقفة على البلاط بالتالي السلحية هتفضل محطوطة في الميا على طول وجسمها وهيجيلها برد من موضوع الميا ده طيب لو عملت بول أو براز هل البلاط هيمتصوا؟ لا بردو فيبقى ما ينفعش خالص إن إحنا نربي السلحفة على البلاط تمام؟ طيب هنيجي بقى نشوف العكس يعني لو إحنا فعلا عايزين نربي السلاحف وجبنا لها طربة وخصصنا لها بيت طيب لو السلحفة لو الشمس جديدة نيجي من الشمس الأول التراب التربة الزراعية مع الرمل بتمتص درجة الحرارة بس بتخلي بيبقى فيها نسمة رطوبة كده فالسلاحف بتحب الرمل والتربة الزراعية عشان بتتفين نفسها نفسها فيهم بتحمي نفسها من إشعة الشمس الجمدة أما مش هتتفين نفسها في البلاط يعني تمام؟ ده عشان اللي بيسألوني ليه تربية البلاط غلط تاني حاجة شايفين السلحفة السغنطوطة دي وهي بتمشي طبعا المشي مفيد جدا بس ما تمشي على البلاط ممكن يحصل لها كساح تمام؟ كمان ممكن الأظافر بتاعتها تتقصر لأن هي لسه سغنطوطة والأظافر بتاعتها ضعيفة طب حتى لو حطينا زأزوء وزأزوقة باستمرار على البلاط برضو ممكن الأظافر بتاعتهم تتقصر وممكن يجي لهم كساح سواء بقى بلاط أو سراميك طيب لو السلحفة السغنطوطة اللي ماشية دي لو بتمشي على تربة زراعية مع رمل عادي خالص التربة بتحافظ على التوازن بتاع المشي كمان بتقوي عضلات الرجل فالسلحفة عضلاتها بتقوى سواء الرجلين أو الإيدين تاني حاجة بتحافظ على الأظافر بتاعتها تمام كمان لو عملت السلحفة بول أو براز التربة بتمتصه طبعا مع أشعة الشمس فعشان كده بنضمن أن السلحفة ما بتعياش يعني احنا كده بنربي تربية سليمة أما لو سبناها على البلاط زي ما قلت لحضراتكم استحالة البلاط يعني يمتص يمتص البول أو المطر أو الحاجات دي حتى لو الحطة مطرت على بيت السلحف المفروض أن بردو التربة بتمتصه مع الشمس بتنشف الحاجات دي احنا بقى أثناء المطر المفروض نحط مشمع على البيت عشان ما فيش مطرة تنزل على بيت السلحف وممكن يجي لهم بردو ولا كده تمام؟ يبقى هنرجع لموضوعنا يعني يا طنطنانا أما ينفعش إن احنا نربي على البلاط لا أما ينفعش فيه بتجي لي أسئلة بيقولولي احنا بنبقى فرشين قطعة قماش على البلاط وبنلاقي السلحفة ثابتها وراحت تنام على البلاط بقى مباشر يعني مش على قطعة القماش لا ثابت قطعة القماش وراحت تنام على البلاط مباشر طبعا هي بتبقى متضايقة من قطعة القماش بتضايقها طبعا في المشي في الحركة في النوم فبتروح تفضل إن هي تنام على حاجة صلبة يعني فالأحسن واللي عايز يربي تربية سليمة ويضمن إن السلحفة ما يجلهاش أمراض كتير يربي السلحفة في بيت على طربة زراعية وراملة ودي أفضل حاجة وحاجة بلاش مش مكلفة خالص ومش غالية مفيش ممكن نشتري البتموس البتموس نشتريه من أي محيل بيبيع ورد طبيعي أو زرع طبيعي ونقوله عايزين بتموس خالي من أي كمويات أوكي يارب الفيديو يكون فات حضراتكم وتكونوا استفدتوا منه وتطبقوا الكلام اللي أنا بقوله الهوى ابتدى يزيد فأنا بقى هبتدي أخذ السلحف وننزل بيها يارب الفيديو أعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وتعملوا جولة في القناة لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا وتشيروا الفيديو لكل أصدقائكم عشان نستفاد كلنا ونربي تربية سليمة ونحافظ على السلحف من الانكراط اللي قد تربية السلحف يا ربي واللي مش قد التربية يا ريت ما يربيش علشان دي روح وهنتحاسب عليها انتظروني في فيديو جديد باي باي